مركز الرحمة مركز الرحمة مركز الرحمة يستخدمونها على أساس يشتغلون في المستقبل ويحققون ذاتهم ويحسون أنهم جزء فعال وعندهم قدرات وإحنا متأكدين من هذه القدرات ونشوفها بشكل يومي مد يد العون لذوي العزيمة وجعل حياتهم أجمل هو الهدف الأسماء الذي يعمل عليه القائمون على المركز ومن هذا المنطلق تم استحداث مركز مفعم بالحياة حمل أسمى مشروع الرحمة للتدريب الزراعي يأخذهم إلى عالم مليء بالألوان الزهية التي تزرع في نفوسهم التفاؤل فتدفعهم للعطاء فكل شاب منهم يغرز نبتته بالحب ويسقيها بالود لتينع وتكبر أنا أعرف وزع كوسة ضماط طبعا عندنا لدينا ودي مزوعة في مركز وأحب وزع في البيت وأعطي كل مزوعة حق هذه البحرين عندنا أولو عندنا سمندر عندنا تابل عندنا ضماط عندنا كل سنة في مركزنا هذا المشروع الزراعي استطاع وخلال فترة قصيرة أن يترك أثره لدى ذوي العزيمة على وجه الخصوص ويجعلهم منتجين في المجتمع نبدأ في قسم الزراعة نعلم الشاب من البداية ما يسعامل البذور من البداية إلى الحصاد طبعا ينقسم في نظري بالإضافة إلى العملي فيأخذ أول الطالب نظري بحيث أن يتدرب على أنواع البذور أنواع الأسمدة، الخلطات إلى بعدين هو بروحة يزرع في الأرض نفسها وهو يجهز الأرض إلى وهو بعدين يزرع الشتلات في الأرض إلى الحصاد أنشطة متنوعة تضمها أرققته المركز تمدهم بالمهارات والخبرات اليدوية التي تشجعهم على العمل ليكون لهم عالم تفاعلي خاص مليء بالإبداع يتواصلون فيه مع المجتمع يقدموا من خلاله انتاجاتهم البسيطة والمتميزة مجرد ما تيجي عندنا الطالبات على المركز ما بيكون عندهم أي خلفية عن هذه الأعمال نحن بتم تدريبهم متاحة أيدي مختصات ومدربات وفنيات ماهرة في هذه الأعمال بتم تدريبهم من البداية بندخلهم في ورش تدريبية ومن ثم بنقلهم إلى ورش انتاجية طبعا طالبات الطالبات اللي بيجيو عندنا على المركز بيكون عندهم ميولة هذه الأعمال فبتم تدريبهم من الصفر حتى يتمكنوا من إنتاج هذه القطع ووضحها في السوق المحلي أنا أستغل هذه كروشي وهذه التوزيعات مفارس وفي البيت يعني أسوي وبيع جهود واضحة كشفت عن طاقات دفينة لدى ذوي العزيمة احتضانها مركز الرحمة وقدمها للمجتمع من خلال مجموعة من البرامج الحرفية والتدريبية مركز متكامل يقدم خدماته باسلوب مبتكر ينقل ذوي العزيمة إلى عالم الإبداع الذي يفتح المجال أمامهم من خلال بعض الحرف والمهان اليدوية ليكونوا منتجين في المجتمع خولة لجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين